أهلا بحضرتكم سأل المرشال الفرنسي شارل ديجول عقب انتهاء الحرب العالمية التانية كيف حال القضاء في فرنسا فأجيب بأن حال القضاء بحال جيد ومن المعروف أن في هذه الفترة لم تكن فرنسا في أفضل حال فرد شارل ديجول وقتها وقال إذن ففرنسا بخير هذا المثال يؤكد أهمية القضاء في إرساء دعاء من الاستقرار والحق والمسوا في أي مجتمع وإن تحدثنا عن القضاء المصري تحديدا فلطالما كان مثالا للإنصاف والعدل والحقيقة إن تحدثنا ونظرنا للسبع سنوات التي ترأس فيها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم نرى مدى اهتمامه باستخلال القضاء مشاهدين نحاول اليوم أحد كبار وشيوخ القضاء المصري سيدة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا اشتركوا في القناة